انت من ترى هذا الفيديو ساكن او متحرك الحساب مريح ستكون ساكن او متحرك الحال ساكن لا تدهش مني قلت صواب ولكن يجب أن تراجع تقرأ النشاط العلمي إذا كنت مصر أنك ساكن وليس متحرك فتنظر الأمور بشكل سطحي لتحدده راسك واشتابته لمتحرك هو من أصعب الأشياء اللي يمكن تتبتها في الفيزياء لدرجة أنه لم يكن شي جواب مطلق واضح أولا ما معنى الحركة الحركة هي تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر بمرور الزمن يعني أنه تبدل البلاصة ديالشي حاجة بالنسبة لشي حاجة أخرى ماشي بالنسبة لك انت وات اه اسمح لي اسمح لي قسنا ندير الخشيفات في انسر أنا واقف حدى نخلاق سنتحرك خمسة الخطوات القدام أنا واقف على الليمين أنا وصاحبي أنا وصاحبي تحركنا في نفس الوقت خمسة ديال الخطوات والذي نعا عليها صار فماذا سنظر على الليمين ونرى صاحبي أغلقه معي في نفس الـPosition كما درسة الـDepar كما وصلت في النهاية وبالتالي كأنه لم تبدلت شي شيئا ماذا سنظر على النخلاق لا أغلقه في نفس البلاصة التي رأيتها في الأول فشدة الـDepar وبالتالي أنا بالنسبة للنخلاق جسم متحرك وناري ودوخة أخويا تخربقت أخويا أنا وش تحركت أم لا تحركت صديقي لتعرف راسك تابت أم لا تحرك لا تسقط الشيء الذي تشاهد وش تشاهد راسك بل أنت بالنسبة للأشياء الأخرى في الوجود من خلاف الـDepar رأيتك في موضع وفي النهاية كنت في موضع آخر أنت بالنسبة للنخلاق متحرك ولكن من اللي تريد أن تفعل الـDepar شاهدت صاحبك أن تفعل الـDepar قدرت عن نفس عدد الخطوات من اللي سالتي أو تحركت صاحبك في نفس الـPosition هنا أنت تابت بالنسبة للصاحب وهو تابت بالنسبة لك أياه أخويا إذا كنت في الكرسي في الـDepar فأنا بالنسبة للتلفازة ساكن وبالنسبة للفرش ديالي ساكن وبالنسبة للشومبر ديالي ساكن وبالنسبة للبيت ديالي ساكن لأنني لم أتملمت من البلسط ديالي ياك أخويا صديقي أنت ساكن سوكون نسبي ماشي مطلق أنت بالنسبة لشي واحد ساكن معك في نفس الدار رك ساكن ثابت بالنسبة للأم ديالي والأب وخوك واختك وأي وحفو الدار رك ساكن أما بشي واحد يشوفك من برّ كوكب الأرض فراك بالنسبة له كتتحرك بسرعة 1670 كم في الساعة اللي هي السرعة باش كتضر الأرض على نفسها وأما بالنسبة لشي واحد اللي كراقبك من برّ المشموعة الشمسية فأنت كتتحرك بسرعة 109 ألف كم في الساعة أما اللي كان شي واحد كراقبك من برّ المجرى ديالضرب تبانا فراك يشوفك التحرك بسرعة 1.977 ألف ومئتين كم في الساعة فأمتده بعلاش أنك تابت بشكل نسبي إذا فالحركة ديالك هي حركة حسب ما كتشوفك به الأشياء ليس على حسب ما قررتك وكيف تشعر في رأسك وبذلك السكون ديالك هو سكون نسبي غير مطلق إذا البشرية كاملة كنت تتحرك ومنهار خلقتي انت تحركتي وكبرتي وانت كتتحرك وستعيش وانت كتتحرك وحتى من اللي تموت ستبقى التحرك حسنًا تكون لدينا كرة التي ستوقفها نرفض انها الكرة الحمراء في تباد من التحرك السؤال ما هي الكرة التي تتحرك وكتبعدها لك أو أنت اللي تبعدها لها الجواب أنه اي شيء قلتها سيقول كل شيء فوق الكرة الصفراء الكرة الصفراء بالنسبة للحمرة متحركة والكرة الصفرة متحركة لأن الكرة المتبجوج كتابره الأجسام أخرى متحركة حتى زيانه في اللعين هل تفهم شيء دابا؟ اه اه اوه يلا اخي انا عانت تحرك